السلام عليكم ورحمة الله كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة مطبخة المغربية اليوم كنقترح لكم معسلة 13 دقائق في الساعة كتوجد وجد اقتصادية وفي نفس الوقت راقية جدا وكتجيب بنينة ومقرمشة رائعة معسلة تركيا أو الشرقية بقلوا بهالطريقة كتجي رائعة جدا بالنسبة للعيالات اللي ما عندهمش الوقت كيبغيوشي حاجة سريعة وبسيطة وفي نفس الوقت زوينة وكذلك المبنيات اللي يالله بدأوا في الكوزينة وكيبغيوشي حاجة اللي سهلة كنتمنى أنا كنت شربوها لأنه فعلا تستحق تجربة وإلي عجبكم الفيديو كيف ديمة لا تنسونيش باللايك وبرتاج وكذلك تفعل الجرس باش أي فيديو حطيته وكيوصلكم الجديد وبيسمي الله على بركتي الله عندي هنا 300 جرام ديال اللوز اللي قشرته من بعد ذهنته بوحدهنة خفيفة ودخلته الفرنج يتحمر ما كان خليوش يتحمر بزاف غير حتى تبدلوا اللون صفي كنخرجوه هنا غدي نطحنه بالنسبة لكمية اللي استعملت معاكم فقليلة لأن رمضان باقي عليه الحال فباش ندير كمية كثيرة ونخليها نخلي حتى يدخل رمضان عاد ندير اللي نحتاج هنقدرت هاد الكمية غير باش نوريكم هنا كنطحنه حتى يرجع رقيق أو لمهن مش رقيق بزاف عندما تشوفوا معي القوام دياله كيرجح بحالات شكل من بعد غدي نزيد لدي نشوية ديال الملحة وغدي نزيد واحد الكيس ديال الفاني ممكن أنك تستعمله الروح لأنه يكون مشهده حتى يتم تصبح مضاق أحسن وغدي نزيد ملعقة زبدة مذابة وغدي نرجع نطحنه وغير كيرجع مرمل هدا هو القوام ديالو ما كنخليوش كيتطحن بزاف بحالي كرجع مرمل رقيق بزاف وفي نفس الوقتي كزبدا دخلت كرجع ميتدم بهاتشكل هدا صاف غادي نحيدو وغادي نديرو فشيبول انتو ما كتشوفو تلتميات قرام ديال اللوز فميطحنها ما شاء الله رعطتوا واحد الكمية كتعطيكم تقريبا هاد الكمية واحد ستاح تلتميات ديال الحرابل من بعد غادي نجيبو الورقة ديال الفيلو اللي بطبيعية الحال ده بممتوف فرا موجودة في اي بلاسة اي السوبير مريكات مشيتو الورقة تلقاوها وحتى الثمان ديالها مناسب بالنسبة للمغرب را كتدير عشرين درهم فيها تقريبا نشي عشرة ديال الورقات كنجيبوها وكنديرو كل ورقة بوحدها باش هاكا كتسهل عليكم الخدمة لانها يفي ساعة كتيبس وكتقطع فاش باش تسهل عليكم ديرو كل ورقة بوحدها تجيكم هاكا سهلة هي الورقة ديال الفيلورة في الساعة كتقطع ولكن خاص يديكم تكون شوية خفيفة في الخدمة صافي كنديرو هاكا نغطيوها باش مكتنشفش غادي نبدو بالورقة الاولى كندهنوها بشوية ديال الزبدة انا دائما كنستعمل الزبدة حيوانية اللي كندوبها وكنخليها كالطيب حتى كتبخر ذاك الحليب اللي فيها إلاك اذا استعملتو مارغارين نفس الشي غادي تديرها الدوب وتخليها الطيب مزيان حتى كتصفها باش هكا الورقة ما كانت تقطعش كندهنوها واحد دهنة خفيفة من الفوق ما كان كتروش باش ما تقطعش الورقة ومن بعد كنجيبوها كشي عوي ديال شوية سواء ديال الخشب او اللا ديال انوكس فهذا كتاع الخشب انا جاني صغير درت هذا ديال انوكس كندير واحد اللويا او اللازوج باش كيتبت من بعد كنجيبو اللوز وكنحاولو نسرحوهم بالفوق واحد الكمية اللي هي قليلة هنا غدي ندير معاكم مزوج ديال اشكال هادا غدي نديرو شوية يعني غدي نعمر اللوز كي يجي غليط وشكل تاني كي يجي رقيق فانتو ما تديرو على حسب اللي بغيتو كنحاولو نديرو واحد الكمية ونساويوها مع الجناب وفي الوسط غير هي ما كنوصلوش حتى للطرف بعدك الطرف الاخير كنخليو شوية خاوي باش كتتسدلينا ومن بعد كنل فوق عادي طريقة جيد بسيطة وسهلة ما كنزيروش يدينا بزاف يعني غيكلفو طريقة عادية من بعد غدي ندهنو بشوية ديال زبدة باش كتلصق صافي او غدي نسدوها وهنا كنحاولو اننا نجمعو ديك الورقة كنحاولو ندكو مزيان باش كتاخد ذاك الشكل المجعد صافي او كنحاولو نحيدو ذاك العويد لي درنا بسهولة وغادي نديروها في السني اللي كيكون مدهن مزيان بالزبدة هنا غدي نعود معاكم الثانية فهدي غادي نحاول اني نديرها رقيقة لي ما كترش الحوشوة كندهنوها بالزبدة واحد هنا اللي خفيفة ما تكتروش انا كنا نقولها المرة الثانية لانها راه في السكة تقطع من بعد غادي نلف واحد اللفة او اللزوج غير باش كي يثبت ذاك العويد وكنديرو اللوز هنا غادي ندير واحد طبقة لي هي خفيفة هدي كتجي رقيقة ما كتجيش غليطة وانتو ما كيبقى لكم الاختيار حسب الحجم اللي بغيتو بغيتوها رقيقة او لا بغيتوها غليطة ساك نحاولو اني نستفوها او لا كن نسرحوها مزيان مع الجناب ومع الوسط وفي الوسط سافي او غادي نبدو كنلفوها عادي ما كنحاولو ما نزيرو شدنا باش ما كدجيش لدخل مزيرة نحاولو اني نلفو عادي باش كتجي مندخل خاوية ومورقة غادي ندهنو بالزبدة واحد شوية ومن بعد غادي نجمعوها او لا كنسدوها طريقها رهها سهلة وبسيطة سافي ومن بعد كنحاولو نجمعوو ديك العجين مع الجناب كنشدوه مع الجناب وكنحاولو نتكيو بهات الشكل باش كتعطينا هاد هات شكل هذا وكنحاولو ديك العويض بكل سهولة انا احنا استعملتها باللوز و بالقرقاع يمكن لكم تديروا اي مكسرات بغايته فهذا القرقاع عندي تقريبين حميتين وخمسين جرام ديال القرقاع اللي يدخلتو الفران خليتو غير كيتصهد واحد شوية او لا خدا ديك سخونيه ما كنخليوش كيتحمر بززاف لانه غادي تلقى لكم الماداق مر فقط غير كيسخن ومن بعد كنطحنو ديروا موسكسارات اللي بغيتو ممكن ديروا اللوز ممكن القرقاع الكوكا وبيستاج اللي متوفر عندكم تهدي بالقرقاع كتجيزوينه بزاف والماداق مختلف تماما على ديال اللوز كنطحنو حتى يرجع بحالات شكل ما كنخليوش حتى يتعجن غير كي ترمل من بعد غدي زيدو هنا زهرة البرتقال اللي اعطته واحد الماداق رائع جدا ممكن زيدو اللي بغيتو انتو ما هنا كنزيد شوية ديال الزبدة ممكن زيدو شوية ديال المازهار و شوية ديال القرفة إلا كنتو بغين ذاك الماداق المغربي يعني لمسة مغربية فانا كتفيت فقط هنا بزوء رد البرتقال و شوية و واحد الملعقة ديال الزبدة كنرجع الشكل ديالو بحال هكا يعني ارقيق بزاف ما كيكونش معجن وإنما غير كيكون مهرمش بارقيق نفس طريقة كنتهنو بالزبدة و من بعد كنديرو ذاك العويد و كنلفو واحد زوجي لفات فانا كنحاول نشرح ونبسط للمبتدئات البنيات اللي يالله كيدخلو الكوزينة و كيبغيو يديرو حويجات سهلين سافي و كنديرو واحد الكيميات ديال الكرقع من الفوق و احد رشا خفيفة لانه هو مجهد في الماداق ديالو فما كتكتروش و باش ما كيجيكمش حبه مجهده و من بعد كنديرو عادي عندما كتشوفوا ما كان حاولو مازيروش يدينة باش كتجي خاوية ملدخل سافي و غادي ندهنو بالزبدة و غادي نحاولو اننا نجمعوها بهات شكل هذا كنتكو مع الجناب و كنجمعوه بالنسبة المبتدئات لي اول مرة غادي تخدم بالورقة ديال فيلو فمن الاحسن مدهنوهاش كيف ما كتشوفو كنديروها عادي كنديرو ذاك العويد في الجنب و غادي نديرو القرقع و غادي نلفوها لانه اللي اول مرة غادي تخدم بالورقة دفيلو غادي تجيها شوية صحيبة فمن الاحسن مدهنوهاش لانه في الاخر غادي تدهن و غادي تشرب الزبدة صافي هاكا كتجيكم ساهلة من بعد كنستفوها في السينية و كندهنوها مزيان بالزبدة كن نحاولو اننا كل حبا ندهنوها مزيان باش هاكا كتشربها و في نفس الوقت كتجيكم ندخل يعني هشيشة بزاف من بعد كنقطعوها ضروري انكو تقطعوها قبل ما تطيب اللي نيلة طابط ما غاديش تعاونكم في تقطيعها كنحاولو نقطعوها لحسب الاحجام اللي بغيتو انا استعملت هنا اه الموس لي كيكون ماضي مزيان باش كتعاونكم ومن بعد كل حربو القطعتو على ثلاثة يمكن لكم ديرو مغي صغار بحلم حنشة ويمكن لكم ديرو مقبار اللي بغيتو انتوما كندخلهم الفرن وكنخليهم كي طيبو الفرن كيكون سخون مزيان كنقصلو حتى المية وثمانين وكنخليهم كي طيبو مزيان من التحت ومن بعد كنطلحها الفوق السينية كنخليهم كيتحمرو كياخدو هاد اللون زوين ومن بعد كنخرجهم مباشرة وكنسقيهم بالعسل انا استعملت هنا العسل ديال الازير اللي هو خفيف سخنتو واحد شوية وسقيت به ممكن انكو تديرو القطر به كيسقيو البقلاوة الاصلية كتديرو كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء وطرنج ديال الحامض وكتخليه كيطيب مزيان حتى كيرجع قوام ديالو تقيل وبيه كتسقيو فعنا هنا سقيت بالعسل الطبيعي كيعطي واحد الماء دق رائع جدا من بعد كنخليها كتشرب مزيان داك العسل وكننزينوها على حسب الدوق ممكن شوية ديال اللوز كونكاسية او للوز ايفيليا او للكوكاو ونخليها كتشرب مزيان العسل عاد كنحتفظو بها انتوما كتشوفوا اللي درت معاكم في الاول غليظة وهذه الرقيقة وديرو الحجم اللي بغيتونتوما نتمنى شاء الله اتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها كديرا اعاد البقلوات زوينها بزاف وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة وحتى في رمضان الى سالة لكم وعسلات كديروها في وسط رمضان سهلة ما كتاخدش معكم الوقت وما فيها اشتمارة اتمنى شاء الله ان الاعجاب ديالكم في فيديو ونتلقى ان شاء الله في فيديو قادم السلام عليكم